اهلا بكم دي تغير ان مع تطور المستعمرات دي بنعرف ان الاقوى منهم بيتهجموا على الاضعف وبيقدروا ياخدوهم وينهبوا كل الخير اللي فيهم ودلوقتي بروح لمدينة لندن المتحركة واللي بنفى منها من المدن المتحركة القوية وشعبها بيتاسم لخمس مستويات وبنفى منهم عناف وبيتمتعوا لما بيشوفوا المدن ضعفة بتتضمر ولكن انا بنعرف ان كل ده لا ينطبق على توم اللي بيكون بيحب التاريخ وشخص هادي وبنشوف ان في يوم من الايام وبيكون في المتحف وبيقابل بنت اسمها كاسرن وبيتكون كاسرن من المستوى الاول في المدينة ومهتميها بنهاية العالم وبالحروب اللي قدت لها وبعرفها اكتر توم على الموضوع اللي هي عيزة وان اللي ضمر الارض السواريخ النووية اللي انضربت من الدول على بعض وبيقولها توم ان هو بيحب يجمع الخردة ديها وبيوريها الخردة اللي بيكون من ضمنها خردة اسلحة قديمة وبيعرفها ان هو ويقدر بها يخترع اسلحة جديدة اقوى بس بيقول ان هو مش معرف اي حد من الحرس على الخردة ديها لانه مش عارفهم ما ممكن يعملوا بها ايه وساعتها احنا بنشوف مدير المتحف اللي بيكون مرعيبهم وبيشوف الخردة اللي بخابيها توم وبعد شوية بيقابلوا وبيقولوا انهم ما عايزين يجمع الخردة بسرعة من برا لانهم لسا مستوليا على مدينة متحركة تانية وعايزين ياخدوا كل الخير اللي فيها قبل ما الحراس يولعوا فيها وياخدوا سكانها علشان يشتغلوا في مدينتنا ففعلا توم بيضطر يسمع الاوامر وبيدخل المستعمرة وبيبدأ في تجميع الخردة واسناء تجميعه بيلاي قطعة مهمة تخص الانصار اللي بيكون في الاسلحة فبيكون اي خباوة لكن فالنتايم مسؤول الحراسة بيشوفه وبيعرف توم منه ان هو والد كاسرين واسناء كلامهم بنعرف ان دلوقتي سكان المدينة اللي بتتسرق بيتفتشوا من حراس مدينة لندن علشان يشيلوا منهم الاسلحة ويدخلوا المدينة الجديدة بس بينشوف بنت اسمها هستر مغطية والشابي وشاح بتقدر تخب من الحراس سكين وبتدخل مدينة لندن وبتروح لفالنتايم وبتقول لي ان ده انت امن لامها بنادورا وبيتغطعانوا بالسكين وواتها بيشوفها توم وبيحذر الناس فهي بتبدأ تهرب وبيجري واتها وراها توم لحد ما بيدخلوا في المدينة اللي تم استعمرها وبتكون بتتقطع وبتتدمر بعد مخركوا كل اللي فيها وخدوا خيرها وبعد مطاردة كبيرة بتقدر هستر تهرب بس بتقول لي توم يسأل فالنتايم ليه خلص على والدتها وبيكون على وشها جرحة واضح ولما هي بتهرب بيجي فالنتايم لتوم فبيقول له توم على لالته ليهستر فبيعرف فالنتايم انه هو تكشف وبيزوئي توم من الحفة علشان يموت ولما بيجيه الخراس بيقول له منه هو ويع وهو بيطارد هستر بس بيكون عارف ان الحفرة دي مش عميقة وانهم غالبا لسا عايشين فبيبعض قوات يدوروا عليهم وفعلا بنرجع لهستر اللي بتسرقتوم اللغم علي من الواعة ولما بيفو بيقول له ان هو اتخدع فعلا بفالنتايم وانه عايز ييجي معها لانه ما يعرفش اي حاجة عن المدينة اللي هم فيها وبنرجع لفالنتايم اللي بنعرف انه شغال على مشروع طاقة من 15 سنة وانه بيطمح يمد المدينة بطاقة كافية بس لما بيكلم العمدة على المشروع بيقولوا يوقفوا لانه مفيش موارد كافية وانه فشل فبيروح وهو مدي المهندسة المسؤولة على المشروع ومش بيرضى يوقفوا وبيديها خلايا يتقدر بها تكمل المشروع ولكنها بتقولوا انها محتاجة كمية اكبر بكتير من الخلايا ديات وواتها بيفتكر ان في شخص في السجن بيقول دايما انه هيخلص على هستر لما يخرج فبيقرر يخرجوا علشان يدور عليها وبنرجع واتها لتم اللي ببعا عايز يرجع مدينة لندن المتحركة ولما بيتعبوا بيناموا شوية بس بتفوه هستر وتوم بينادي على مدينة علشان توصلوا لمدينة لندن المتحركة ولكن بتطلع انها مدينة متحركة فسده اسمهم جنوبيين وبيخطفوا الاشخاص وبيبيعوهم كخدام بيحاول توم وهستر ان هما يهربوا بس بالغلط بيعوف غواصة وبيكون فيها شخص غريب بس بيكرروا يستنوا فيها علشان يستخبوا من الجنوبيين واتها بنرجع للكاسر اللي بتكون بتدور علي توم لانها وعجب يتبيه وبتروح لصديقه وبتسأله على المسؤولين في المدينة لانها بدأت تشك فيهم فبيقولها صديق توم ان فالنتايم فاسد وان مشروع طاقة كسبة وورا حاجات خطيرة وبيفكرها ان في حراس على الكنيسة المهجورة اللي هو اغلب الوقت بيدخولها وان ده شيء مريب جدا فبتقوله كسر ان انها عايزة تدخل معاها الكنيسة علشان يعرفوا ايه اللي والدها بيعملوا ويوقفوا وبنرجع واتها لهستر اللي بتحكي لتوم على والدتها واللي بتكون ماتت من 8 سنين وبنعرف ان اسمها كان بنادورة وانها كانت علمت اصار وكانت شركة فالنتايم في الشغل ولكنهم اختلفوا لما لقوا صندوق في مكان سري وهي كانت عايزة تدمره بس هو قرر يخضل نفسه وعلشان كده خلص عليها ولما هي حاول تساعد والدتها جرحها بسكين في وشها اخدت سلسلة والدتها ويربت من البيت وبنرجع وقتها لفالنتايم اللي بيدخل السجن وبيروح للشخص اللي عايز يخلص على هستر وبنعرف انه بشري بس اتبدلت اعضاء جسمه بمعادن كتير وانه يعتبر بها روبوت وانه عايز يخلص على هستر بسبب تكسيرها لكلامها معاه فبيخرجوا فالنتايم من السجن بدون ما حد يعرف انه هو العمل كده وقتها بنرجع لتوم هستر اللي بيسمعه صوت صورة فبيعرفوا ان الجنوبين قدروا يقولوا الغواصة وفعليا ان الجنوبين بيعرضهم للبيع وباتها واحدة بتكرر تشتريهم ولكن البيع بيطلب منها فلوس اكتر فبتخلص عليه البنت وبتهربهم وبيكونوا اعتها الشريك اللي حرروا فالنتايم من السجن وصل ويحاول يوقفهم بكل قوة بس هم بينجحوا في الهروب وبنرجع للبنت اللي حررتهم وبنعرف ان اسمها انا وبتقول لي هستر انها كانت صديقة والدتها وفضلت تدور عليها كتير علشان تساعدها واول ما سمعت انها معروضة للبيع من الجنوبين جيت علشان تساعدها وبنروح واتها لموديل المتحف اللي بيكلم فالنتايم على القطع التكنولوجية القديمة اللي شافها عند توم فبيفكر فالنتايم ان هو يستخدمها كخلايا علشان يكمل مشروعه وبنرجع واتها لهستر اللي بتقول لي توم النشرايك اللي حاول يخلص عليهم هو اللي ربها بعد وفاة والدتها وانها وعدته بعد وهو انها تتحول الروبوت زيه لحد ما وصل لها خبر ان مدينة لندن المتحركة قربت منهم فقررت تغرب من نشرايك علشان تنتعمل لموت والدتها ولكنها نسيت سلسلة والدتها عنده بس كانت عارفة ان هو هيكون عايز يخلص عليها وبنروح ساعتها لكسرين وصاحب توم اللي بيقدره من خلال المتحف يدخلوا البيب سيري كسرين عارفة بيوصلهم للكنيسة المهجورة ولما بنرجع لتوم وانا وهستر بنعرف ان هما وصلوا لمدينة انا وبنلاحظ وقتها ان فالنتايم اشترى كل الخلال عكسية من السوق واستخلصها من الخردة اللي كان بيجمحها توم وبنرجع لتوم اللي بيرسم رمز لهستر وبيسألها لو الصندوق اللي سيره فالنتايم عليه الرمز ده ولا لأ فبتقول له اه ووقتها هو بيقولها ان ديات نواة حاسوب وانه نظام تحكم في الاسلحة بالطاقة وكان سبب في نهاية العالم وانه ما فيش حاجة توقفه الا مفتاح بيدمر الجهاز ولكنه ضايع من زمان وبنرجع لكسر انه صاحب توم اللي بيدخلوا الكنيسة المهجورة وبيتفاجه بوجود فالنتايم اللي بيشغل المشروع فهما بيهربوا وبنشوف ان العمدة بيدخل للمكان وبيمر وقفل المشروع بس فالنتايم بيخلص عليه وبنشوف ان بسبب الطاقة اللي اخدها المشروع الكواربة فصلت على المدينة كلها وبنرجع وقتها لهستر وتوم اللي بييجي ليوم شرايك وبيقدر يدمر المدينة اللي هما فيها ولما بيكونوا يخلص على توم بتحميه هستر فبيعرف انها احبته فبيقول لها انه هو حررها من وعدها وبيديها سلسلة والدتها وبيسيبهم وبيمشي واتا بيتجه كل من توم واللي معاه لمدينة متحركة وريبة وبيقولوا لقائد المدينة على خطة فالنتايم واتا بالسلسلة بتلاقي هستر ان السلسلة اللي معاها فيها المتاح لإيقاف الجهاز فبتكون فخورة بوالدتها جدا واتا بيحصل قصف مبين مدينة لندن والمدينة الورايبة منها فبتقدر هستر وتوم وانا بالطيارات يدخلوا مدينة لندن وبنشوف اني انا بتعطل فالنتايم اللي بيخلص عليها بس بتقدر هستر انها بس بتقدر هستر انها توصل للجهاز وتدمره بالمتاح وبتالما فالنتايم بيكون هيهرب بيقدر توم يدمر لي طيارته وبيخلص عليه وساعتها بيكون كل من توم وهستر نقذوا العالم وبيقرروا يوضروا مع بعض